حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن معبدي بن كعبي بن مالك عن أمه وكانت قد صلت القبلتين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى أن ينتبذ التمر والزبيب جميعا وقال انتبذ كل واحد منها وحده حدثنا إبراهيم بن خالد حدثنا رباح حدثنا معمر عن الزهري عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعبي بن مالك عن أمه أن أم مبشر دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجعه الذي قبض فيه فقالت بأبي وأمي رسول الله ما تتهم بنفسك فأني لا أتهم إلا الطعام الذي أكل معك بخيبر وكان ابنها مات قبل النبي صلى الله عليه وسلم قال وأنا لا أتهم غيره هذا أوان قطع أبهري اخشار لدينا على السدياتة أخشار لكم اشتركوا في القناة